موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم ادانت الحكومة واستنكرت باشد العبارات اقدام ميليشيا الحوثية الارهابية التابعة لايران على تسيير حملة عسكرية من عشرات الاطقم والاليات والمدرعات على عزلة بركان بمديرية رازح بمحافظة صعدة وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمنا باهظا للارهاب الحوثي وعانت ولا تزال الامرين من سلوكها العضواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الاجرامية ومن تلك الجرائم اوامرها مؤخرا باعدام ستة عشر من ابناء المحافظة الرافضين لانقلابها بتهم كيدية ملفقة في محاكمات صورية قال وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك ان هناك جهودا اقليمية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بتنفيذ بعض بنود الهدنة الاممية لكنها لم تثمر عن شيء حتى اللحظة واكد بن مبارك في تصريح لقناة الحدث استمرار ميليشيا الحوثي في خروقاتها بجبهات القتال ومواصلتها الضغط على الاقتصاد والاستيلاء على الموارد ونهب ايرادات ميناء الحديدة وعشار وزير الخارجية الى ان ميليشيا الحوثي جمدت ملف الاسرى وهو ملف مسكوت عنه وكان واحدا من ابرز ملفات اتفاق السوكهولم ولم يعود المجتمع الدولي مهتم به او يتحدث عنه اكدت مصادر عسكرية وجود تحركات ايرانية مشبوهة ومستمرة في المياه الاقليمية الدولية قبلة سواحل اليمن ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر قولها انها رصدت توقف عدد من السفن بجوار سفينة بهشاد البهشاد المعروفة بشافيز اثنين المشبوهة والتي ترسو قبلة سواحل اليمن الغربية اكد المرصد اليمني للألغام اقتلوا اصابة اربعة عشر مدنيا خلال ثمانية واربعين ساعة جلهم من الاطفال والمهاجرين في حوادث منفصلة لانفجار ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات صعدة وحجة والجوف والحديدة والحجة وقال المرصد في بيان ان طفلا قتل وأصيب آخر في انفجار لغة من زراعته ميليشيا الارهاب الحوثية في حي السلام بمديرية الحالي في محافظة الحديدة كما أصيب مزارع بانفجار مماثل في مديرية التحيطة شددت ميليشيا ايران الحوثية القيود المفروضة على المسافرين للعمل في الخارج وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية وتسجيل بيانات الأقارب إلى جانب إلزامهم بقصات شعر معينة لمنحهم الموافقة على السفر ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة في صنعا قولها إن القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثية على اليمنيين المسافرين إلى خارج اليمن بحثا عن فرص عمل تأتي في سياق مساع الجماعة الرامية إلى الانتقام من آلاف اليمنيين الذين قرروا السفر خارج البلاد بحثا عن لقمة العيش وعوضا عن الالتحاق بجبهات القتال زار وفد من وزارة الدفاع اليوم محور كتاف العسكري بمحافظة صعدة الوفد برئاسة اللواء الركن أحمد العابس نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل وعضوية كل من العميد الركن أحمد الأشول مدير دائرة التوجيه المعنوي والعميد الركن عبدالوهاب قحطان مساعد مدير دائرة العمليات الحربية حيث اطلع الوفد على البرنامج العام للتدريب والتأهيل بالمحور إضافة إلى زيارة عدد من المعسكرات التدريبية أقيم في مدينة ماربا عرس جماعي لكوكبة من أبطال الجيش الوطني من منتسبي محور البيضاء واللواء مئة وسبعة عشر مشاه وسط أجواء فرائحية كبيرة وهنأ قائد محور البيضاء قائد اللواء مئة وسبعة عشر مشاه العميد أحمد حسين النقحة هنأ العرسان بزفافهم وإكمال نصف دينهم مشيدا بالأدوار البطولية التي يقدمها كافة أفراد الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران فيما بارك الشيخ عبد القوي العمري زفاف العرسان مشيرا إلى أن هذا العرس يأتي في إطار اهتمام قيادة محور البيضاء واللواء مئة وسبعة عشر مشاه بالأبطال المرابطين في الجبهات شهدت مدينة اسطنبول تكريم الشيخ العلام عبد المجيد الزنداني وذلك خلال مشاركته في حفل تجهين أكاديمية أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدر علماء الأمة الإسلامية إلى تكريم العلامة الزندانية تثمينا لجهوده العلمية والدعوية والإصلاحية وتأكيدا على الاحترام والتقدير الذي يحظى به من قبلهم جددت رابطة أمهات المختطفين استنكارها تجاهل السلطات في العاصمة المؤقتة عدن لقضية المختطفين والمخفيين قسرا في السجون وطالبت رابطة الأمهات في بيان لها وزير العدل بتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبية الانتهاكات وإظهار أبنائهن المخفيين منذ سبع سنوات وشددت رابطة الأمهات على ضرورة الاستمرار في إجراءات محاكمة المعتقلين وإطلاق سراحهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم قالت وزارة النقل إن مسلحين اختطفوا خمسة من مهندسيها أثناء مهمة رسمية لهم بالعاصمة المؤقتة عدن وأوضح وزير النقل عبد السلام حميد في مذكرة بعثها إلى النائب العام أن مسلحين اختطفوا الأربعاء الماضي خمسة مهندسين من المنطقة الحرة وهيئة الطيران المدني أثناء نزولهم إلى منطقة رأس عمران لغرض المسح وإسقاط على موقع مطار عدن المستقبلية شهدت مدينة سيئون يوم أمس حفل إشهار تكتل الصحفيين والإعلاميين والكتاب بمحافظة حضر موت وقال عضو لنة التحضيرية للتكتل الأستاذ لبيب باجري إن التكتل يسعى لجمع وتوحيد جهود الصحفيين والإعلاميين والكتاب بمحافظة حضر موت نحو نيل حقوقهم وتبني قضاياهم وكذا عقد شراكات مع الاتحادات الصحفية المحلية والخارجية افتتح وكيل محافظة شبوى علي الكندي والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون مدرسة أبرار الغانم للتعليم الأساسي بمدينة عتق عاصمة المحافظة وعشد الوكيل الكندي بمواقف دولة الكويت الشقيقة ومساعداتها الإنسانية لليمن منوها بشواهد دعمها التنموي للمحافظة وفي مختلف المجالات فيما عبر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون عن سعادته الغامرة بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد مشيرا إلى أن الدعم الكويتي للمحافظة سيتواصل في مجالات التربية والتعليم والصحة والمياه افتتح وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامري العامري اليوم مشروع الطوارئ التوليدية الشاملة بمستشفى تريم العام الممول من حصة مبيعات النفط بتكلفة نجمالية بلغت 750 ألف دولار كما دشن العامري العمل بجهاز الأشعة المقطعية الممول من مكتب الصحة العامة والسكان من إرادات وحدة بي سي آر بتكلفة نجمالية بلغت 290 ألف دولار كما تفقد سير العمل الجاري بمشروع مستشفى عذنان العوجان بمنطقة السوبر في مديرية تريم الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية ضمن حملة الكويت إلى جانبكم بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الكويتية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 90% اختتمت منظمة بدايات شباب للتنمية المستدامة في العاصمة عذن اليوم الخميس مشروع مبادرة الوساطة النسائية الذي نفذ في مديريتي البريقة والتواهي خلال شهري ديسمبر ويناير الماضي بتمويل من منطقة أجيال بلاقات للتوعية والتنمية في عدن وقال أحمد موسى المدير التنفيذي لمنظمة بداية شباب إن هذا المشروع يأتي ضمن عمل المنظمة في مجال المرأة والسلام ويهدف للمساهمة في إشراك النساء لحل القضايا المجتمعية دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة